الفكرة المقاطعة الاقتصادية لكل منتجات الاحتلال ينبغي أن تكون منهجية لا تنقطع يعني أنا وعيد تقريبا في عام 2009 وكنت كاملة الإدراك لحرب غزة عام 2009 وكانت حرب شريسة وهمجية جدا تشابه تماما الحرب التي تخوضها الآن كان هناك نفس القائمة بالضبط كنت أحفظها إلى الآن أحفظ نفس المنتجات هي دعمة الاحتلال منذ ذلك العام إلى اليوم إذا قاضع المسلمون هذه المنتجات من عام 2009 إلى هذا العام لكانت هذه الشركات في عداد الخسران والانتهاء والاندثار ولكن للأسف لدينا ذاكرة سمكية ننسى أحزاننا ننسى ثأرنا لأجل ديننا ولأجل إخواننا فننغمس في الدنيا وكلما حب المسلم الدنيا نسي هذا النضال وماتت فيه روح المقاومة وروح القتالية الثائرة التي ينبغي أن يعيشها كل مسلم في داخله بينه وبين ربه من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها أن أهل غزة إذا انقطع الدعم عنهم هم مع الله سبحانه وتعالى هم في ثبات أسطوري متصلون ثماما بحبل الله المتين لا عرب ولا حكام ولا معابر كل هذه سبحان الله كانت هذه المحنة سببا في مزيد من الاتصال بحبل الله المتين الذي لا ينقطع والذي لا يندثر أبدا والذي مستمر سواء كان في أقصى حالات الاستضعاف أو في أقصى حالات التمكين والانتصار فبالتالي الأسر نحن نتعلم منهم الصمود ولكن معذرة إلى الله سبحانه وتعالى ومن واجب الأخوة ومن إبعاد صفة الخذلان عن أنفسنا وأن لا نتصف بها يوم القيامة فيخذرنا الله سبحانه وتعالى في موضع نحب أن ينصرنا الله فيه يوم نحتاج إلى كل حسنة فينبغي أن نشعرهم بالمشاركة الآلام ومشاركة فرحنا بالانتصارات يعني هم يواكبون حتى وإن قطعت عليهم الكهرباء الآن ولكن يصلهم ما يصلهم من دعم الشعوب من مدن الجوار من دول الجوار من الدول البعيدة من كل المسلمين الأعاجم والعرب والأفارقة وكلهم سبحان الله حتى لدينا قصة جميلة أصلا للسيدة عائشة إن صح سندها هذه القصة التي تقول جاء تمرأة في حادثة الإفك بكت معي وذهبت وهذا البكاء الذي أشعر السيدة عائشة بوقوف هذه الورأة معها في محنتها الخاصة قالت أني لا أنساها لها أبدا وأهل غزة الآن لا ينسون الشعوب التي دعمتهم ويسجل هذا التاريخ ترجمة نانسي قنقر